السلام عليكم شوكم جميعا ان شاء الله لكم بخير اليوم سوف نفعل معكم الكبة المشوية سوف نفعلها صدور الدجاج بدل الهبرة ان شاء الله تعجبكم كيلو من البرغل الناعم نصف كيلو من صدر الدجاج هون يلزمنا بصلتين مشال الحشو هون بالنسبة للبراز معلقة كبيرة من الملح نصف معلقة كمون نصف معلقة فلفل نصف معلقة زنجبيل وربع معلقة من القرفة هون معانا كمية من الاليا او الشحم نحط شحم الخروف شان نحطها مع الحشوة كيلو من اللحمة او حسب ما تحبون حطينا معاها بصلة كبيرة قطعناها حسب الرغوة حطينا معاها التوابل فلفل كمون ملح زنجبيل وقفة نصف مع البرغل البرغل غسلنا من الشوائب وصفنا ميته نحط عليه التوابل نخلطه مع بعض هون التوابل حسب ما تحبون هون التوابل نخلطه بالشكل سوف نخلطه بالشكل سوف نخلطه بالشكل لبينما تفتح الحب هون رح نبدأ نحط الشحمة بعد ما بردت اللحمة نخلطه مع بعض بالشكل هون هون بعد ما ارتاح البرغل رح نبلش نطحن اول دور هون بعد ما خلصنا الدور الاول رح نبلش بالدور الثاني نحط مع اعلى صدور الدجاجة اشتركوا في القناة 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 نقصنا الدور الاخير نبدأ و نكورناها و نكورناها بحجم الحجم الذي تحبونه و نكورناها بحجم البيضة و نعطيناها اي شيء مثلا قلبه او صحن الى حرف في هذا الشكلها نضغط نضغط عليها لكي تفتح معنا نضغط قوي قوة و نضغط و نضغط لكي تضغط هون الحجم الذي تحبونه اصغر اكبر كيف كنت هون بعد ما عملناهم بالعلبة و نعطيناه و نعطيناه و نضغط للحجم بهذا الشكل و نعطيناه اصبحت و نعطيناه كل الكمية بالشكل سوف نحشيهم مع الكوب سوف نبدأ نحشيها ونضع كمية من اللحمة مع بيها بالشكل نضغط على القطعة الثانية ونسكر نضغط عليها لكي تسكر معنا ،تضغط على الأل consolidated ثم نضغط على القطعة الثانية ، وبأجدنا نضغط السكر ونضغط على القطعة الثانية اضغط على القطعة الثانية ،ة üst سوف نفعل واحدة ثانية نضع حشوة نسكرها نضع ماء نضع حشوة نضغط نضع حشوة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم